اشتركوا في القناة نلاحظ 34 درجة مئوية رطوبة نسبية هنا في مدينة الكويت متدنية 22% أما الرؤية الافقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر ليلة أجواء نماء الحرارة رطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر ونلاحظ استمرار الرياح الكوس الجنوبية الشرقية سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر الساعة تكون متقلبة للتجاه احيانا في بعض المناطق ودرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة المناطق الساحلية ما بين 28 إلى 33 درجة مئوية زرنا الشمالية واربع وبيانا في لتجاه ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية في مساء الغد أجوان حارة وأيضا متوقع استمرار الرياح الكوس وأيضا الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر ونلاحظ درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت متوقع أنها تصل 42 درجة مئوية ومناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيفة إلى معتد الموج وارتفاع الموج من واحد إلى اثنين قدم المواغيت بذن الله على حسف التوغيط المحلة مدينة الكويت موعد ذا الفجر في الساعة الرابعة و 17 دقيقة موعد شروع الشمس في الساعة الخامس و 37 دقيقة أما غروب الشمس الساعة الخامسة و 44 دقيقة التقصم متوقع في مدينة الكويت خلال 5 يام الغاد من شاء الله أجواءنا حارة خلال فترة النهار ولكن راح تكون لطيفة ومعتدلة خاصة خلال فترات الليل متأخرة وأيضا بداية ساعات الصباح الأولى نلاحظ نتوقع عودة الرياح الشمالية الغربية من يوم الثلاثة وراح تستمر معانا حتى يوم الجمعة أيضا فرص الأغبار واردة مثل ما نلاحظ نشاط في الرياح الشمالية الغربية توقع أنها تجاوز سرعتها لأكثر من 50 كيلومتر ساعة العظم المتوقعة هنا في مدينة الكويت ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية بالنسبة للصغراء متفاته ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتين أشرتنا الجوية شكرا على العسل المتابعة والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستيديو ترجمة نانسي قنقر